موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم سادة المشاهدين في حلقة جديدة من الشاهد وهي الحلقة الثانية مع السيدة انتصار مبارك العقيلي عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا وأيضا المحامية أعود وأرحب بك معنا مجددا في الشاهد سيدة انتصار أهلا وسهلا بك توقفنا مع نهاية الحلقة الماضية في حديثك عن تحديد يوم من قبل الحراك الذي شكله المحامون في بنغازي من أجل المطالبة بإجراء تغيير في تشكيلة نقابة محامي بنغازي وكنتم كما ذكرت في الحلقة السابقة قد حددتم يوم لإجراء عملية اختيار أعضاء نقابة جدد قلت بأنكم عندما وصلتم إلى مقر النقابة فجئتم بأن أعضاء لجنة النقابة السابقة قد قاموا بإقفال المبنى ومنعوكم من الدخول إلى المبنى وإجراء عملية اختيار اللجنة الجديدة كيف تعاملتم مع هذه المسألة؟ نعم عندما يعني وصلنا إلى مقر النقابة وجدنا أن النقابة قفلت بسرسلة وقفل كان لابد أن نأخذ خطوة إلى الأمام لا نأخذ خطوة إلى الخلف كيف ما قلت الحضرتك سابقا إذا كان أخذنا خطوة إلى الخلف معناه نحن هنا هزبنا وكل من وضع فينا الثقة خاصة من زملائنا طبعا اللي وقعوا على يعني ضرورة إعادة انتخاب المبنى يعني تكون الصورة مهزوزة يعني صورتنا نحن لجنة من المحامين أو مجموعة من المحامين تقدمنا يعني للتغيير أو تقدمنا يعني فكان لابد أن يعني نكونوا قد المسؤولية من ناحية كم كان عدد المحامين تقريبا جمعتوا توقيعاتهم وكنتوا تمثلونهم لا لا يحضرني الآن للأمانة ولكن كان العمل يعني يفوق الأكثر من 100 ممكن أكثر 150 تقريبا يعني كان أو ممكن يكون أكثر لأنا بش نقول رقم لأنما لست متأكدة ولكن الرقم كان يكفي يعني كان أكثر من ثلث عدد المحامين يكفي لإجراء الاختيار جديد للنقابة كان يصاب قانوني نعم المهم عندما أقفلت يعني في وجهنا أبواب النقابة كان لابد أن أخذ قرار سريع فعلا خذينا قرار قلنا سنقضى قدام النقابة وكان هذا أكبر تحدي مننا نحن نظام القدابي البقاء أمام النقابة أمام النقابة كاعتصام لا 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 تعقد جلسة الاختيار أمام النقابة فكان يعني الحركة بسرعة اللي لاحظنا طبعا وجود شخصيات من الأمن الداخلي وأكثر من انتباه لهم أستاذ عب سلم سماري رحمة الله عليه حتى أذكر إنا وقف في وسط الشارع وقاعد يخاطب فيهم بالصوت العالي يقول لهم نحن محامين قاعدين هنا اليوم نختاره كان موقف شجاع جدا من الأستاذ العجزة كيف كان حديثة كلمات التي توجه بها يعني مثلا كان يبلغ فيهم يقول لهم نحن عارفين أنتم قاعدين الآن موجودين حولينا وأنكم مطوقين المكان وأنكم تشاهدوا فينا أنا مثلا كان يعني يقولهم أنا أعب سلم سماري المحامي رحمة الله عليه وزملائي اليوم نحن حضرنا للنقابة من أجل أن يعني نختار نقابتنا الجديدة وكذا ولكننا وجدنا أن المبنى قد قفل ونحن عارفين أنه يعني يعني كلام يعني مش حرفيا ولكن يدور حول هذه الفكرة يعني ولكن وجدنا النقابة قد قفلت أبوابها في وجوهنا لكن نحن مصرين وإن شاء الله وهو تشوفوا فينا لو يعني حتى كان يقول لهم تبوا تاخذوا منا كلام تبوا تسمعوا تعالوا ممكن تقدروا تجو تحضروا معنا كان يعني موقف جريء جدا ونستدعى بسلام المسماري حتى يعني كانوا فيه ناس خافت وما بدتش تكمل مش من اللجنة المحامين ولكن من زملاء آخرين المهم قررنا أن نحقد الجلسة أمام مبنى النقابة في الحدائق ومنقازي طبعا فعلا الشباب ما شاء الله أنوا شطاء وكذا تصدب وحده من اللي كانت معرفات التشاركيات وكذا جابونا كراسي حطينا كراسي قدام النقابة وحضروا المحامين فيه من كان جريء وشجاع وقوي وحضر فعلا وفيه من حس أن الأمر مريب شوية وسيء بالمكان ولكن يعني الحضور كان لبأس به وفعلا بدأنا في ترشيح يعني الأسماء للنقابة وتم في ذلك اليوم اختيار نقابة محامي بنغازي النقابة الجديدة اللي هي أسقطت النقابة التي فرضت علينا من نظام الجذاب بس أعطيني التفاصيل يعني كيف تم الاختيار أجريت عملية تصعيد برفع الأيدي كما كان يعني متعارف عليها في عهد النظام القذافي ولا أجريت عملية اختيار سري مشابهة للانتخابات لا 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 كانت برفع الأيدي كان يستحيل مسألة الاختيار السري قلت لك نحن اللي كنا يعني نستطيع يعني أن واصرينا عليه أن ما نقولوش تصعيد ونقولوه اختيار النقابة الجديدة يعني اختيار النقابة الجديدة ولكن كان الاختيار اختفيتوا بهذه الرمزية ولكن الاختيار كان برفع الأيدي يعني فتم ترشيح أكثر من اسم وفعلا تم اختيار النقابة وكان بالتسلسل كان تسمي نقيب محامي الأستاذ خالد السايح ثم الأستاذ خالد زيو ثم انتصار العقيلي ثم سلوى بقعي قيس ثم عبد السلام اسماري ثم الأستاذ مهدي كشبور فتم اختيار هذه الأسماء وكانت فرحتنا طبعا لا تسحى الدنيا لأننا فعلا استطاعنا أن يعني نحقق نتيجة فعلية من حراكنا مر الأمر بسلام لم تتدخل أجهزة الأمر لا في حينها أو في حينه لم يمر بسلام ثم بدأت المشاكل فعليا كيف؟ بدأنا في مواجهة أخرى مع النظام النقابة رفضت التسليم وصعدت الأمر أو صلاة النقابة السابقة اللي نحن أسقطناها رفضت التسليم ويعني علت الثقف المواجهة وقدمت شكوى لأمانة شؤون النقابات في مؤتمر الشعب العام اللي كان على رأسها محمد عشور أعرف محمد عشور نعم نعم محمد عشور تقريبا والله الإسم المهم فكان طبعا صعدت الموضوع ورفضت أن جاءت الأوامر للنقابة برفض التسليم فبدأ طبعا المواجهات بيناتنا إلى أن تجرأ علينا أمين شؤون نقابة المحامين في مؤتمر الشعب العام وكتب مقالة تمس المحامين مباشرة ووصف فيها المحامين أجلك الله بالكلاب الأليفة التي تنبح ولا تعب لا أذكر الجريدة اللي أنزل فيها مش عارفة ممكن الزحف الأخضر ممكن الفجر الجريدة لا أذكر الآن كيف نظرت للأمر طبعا يعني هذا زي ما يقولوا يعني وصال في اللحم الحي طير يعني كيف يصفنا يعني بهذا الوصف فقررنا هذا كله قبل ما نستلم النقابة الآن بالضبط عملية التسليم والاستلام لم تتم لا 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 ما زال ما استلمناش النقابة وحصلت بعدها اجتماعات أخرى وحاولوا يعني شخصيات أخرى من المحامين التدخل ولا ونعود الاختيار وكذا يعني فيه من كان يحاول أن يفض هذا النزاع بين النقابتين السابقة والجديدة اللي اختروها المحامين بإرادتهم الكاملة وفيه من كان يعني يعمل على يعني طمس دور هذه المجموعة يعني اللي كانت في مواجهة بدأت مواجهتها مع النظام المهم فطبعا اجتمعنا كانت معظم الاجتماعات بين مكتبي ومكتب الأستاذ سلوى بقعي جيسر رحمة الله عليها وكان فيه اجتماعات متفرقة مثلا يوم مثلا مكتب أستاذ عبد الحفيظ يوم مثلا عمد أستاذ عبد السلام مصماري يوم عند أستاذ بكر زينوبة مكتب الأستاذ رحمة الله علي عبد الجيز زينوبة لكن كانت اجتماعاتنا الرئيسية تدور بين مكتبي ومكتب الأستاذ سلوى المهم فقررنا يعني اجتمعنا وشفنا المقال ومسنا طبعا كيف يعني يصف المحامين بهذا يعني الوصف البشع فقررنا أن نقدم شكوى للنائب العام كان في ذلك الوقت النائب العام هو الأستاذ عبد الرحمن العبار كان هو النائب العام فقررنا أن نقدموا له شكوى كتبنا الشكوى وقررنا أن نختار أربعة من الزملاء هم اللي يمشوا نيابة عن باقي المجموعة لتقديم الشكوى فكان شكلنا لجنة فيها أربعة اللي هو الأستاذ عبد الحفيظ غوغة أستاذ مهدي كشبور أستاذ خالد السح أستاذ عبد السلام مصماري وكتبنا الشكوى ومشوا بيها فعلا لطرابلس والتقوهم على الأستاذ عبد الرحمن العبار بصفة النائب العام وقدمو له الشكوى ضد أمين عام شؤون النقبات في مؤتمر الشعب العام بعد تم تقديم الشكوى في نفس اليوم اللي قدموا فيه الشكوى والتقوه مع الأستاذ عبد الرحمن العبار جاء اتصال الأستاذ عبد الرحمن العبار ويستفسر عن وجود المحامين وفي نفس الوقت يطلب طبعا الحراك هذا كله كان قبل التورة مباشرة بشرة يعني بأيام بأيام يعني في أي شهر تحديدا في يناير في يناير تحديدا يوم 6 يناير يناير 2011 يناير 2011 يوم 6 يناير تحديدا كان فكان يعني في تلك الفترة لو تذكر التقال قدا في بمجموعات طبعا كانت قامت الثورة في تونس وكانت مصر تتجهز كان بدأ يلتقي بعديد الوفود من الشعب أيوة وكان هو يطلب في أيوة وكان حتى على رأيي التقاب شباب الفيسبوك والتقاب الأساتي الأخوة الإعلاميين كم منهم أستاذ نعيم وأستاذ أحمد أستاذ نعيم العشيبي وأستاذ أحمد خليفة وآخرين المهم فطلب أن يلتقي بال أو عرض عليهم طبعا بعد تلقي الاتصال عرض عليهم أستاذ عبد الرحمن العبار أن يلتقوا بالجذافي طبعا كان في نفس اليوم في نفس اليوم اللي تقدمنا فيه بالشكوى نعم طيب هنا يستوقفني سؤال مهم نعم الآن أنتم هذه مسيرة أخذت فترة نعم النظام كان بمقدورة من البداية التعامل معكم بعمف نعم وضعكم في السجون اعتقالكم نعم وإنهاء المشكلة ربما يكون في هذا حتى الدرس لغيركم صحيح صحيح برأيك لماذا لم يتعامل نظام كان صعب جدا عليه كان صعب جدا نعرف ليش كانت الثورة في تونس وكان نظام يحاول يعني يحاول أن يعني يكون متزل لأن يعني الثورة تونس كانت مفاجئة للجميع كانت وبدأت ثورة مصر كان تفاجأ يعني هذه يعني ممكن سأسبق الأحداث فيها يعني لما رجعوا الزملاء من طرابلس طلبنا لأستاذ إبراهيم بوشناف كان في وقتها كان رئيس جهاز تفتيش القضائي كان عندنا أنا وزميل أستاذ مهدي كشبور كان عندنا شكوى مقدمين من نوع آخر يمقدمين شكوى في قاضي وكذا في قضية كانت أمام المحاكم فهو انتهز الفرصة لأستاذ بريم وحكى معنا في نفس الموضوع وكان يهم ما يعرف يعني هو كان يتابع وكان يعني يتابع معنا في النشاط النقابي وكان حريص أن يحضر معنا في الندوات وكان يستفسر شنو اللي صار مع القذافي يعني فطبع أستاذ مهدي كشبور بحكم أنه هو واحد من المحامين اللي تقوم مع القذافي حكال شنو اللي صار يعني هذه نخذوها القصة استطراد يعني فأذكر وممكن فيها إجابة على سؤال حاضرتك يعني ليش القذافي ما تعامل معكم بقوة واخدكم وسجنكم يعني وكان ينهي كل شيء فأذكر يعني أن الأستاذ إبراهيم بشناف في ذلك الوقت والله العظيم بالحرف الواحد قال استمروا فيما أنتم إن النظام هش الآن ويرتجف استخدمها يعني تعبيري هذان التعبيرات أو هذان التعبيري وقال راهوا الآن يعني علي مينا تونس وعلي سارة مصر النظام راهوا النظام الآن هش ومهزوز ويرتجف يعني أنتم كمجموعة كان حاضر هذا البعد في أذهان طبعا لأن المطالبة بيوم الغضب أو يوم 17 فبراير بدأ ينتشر بينهم إحنا مكون مكون نتم كان انتشر على صفحات فيسبوك طبعا المهم فحرض عليهم أن يلتقوا مع القذافي طبعا هنا يعني كان حسب ما أنقلونا زملائنا كان الأمر يعني يوافقوا يرفضوا لو رفضوا في صعوبة ولو وافق هم رفضين أن يستقبلوا يلتقوا مع القذافي فردوا على سيد عبد الرحمن العبار وقالوا أبا هي نحن إن شاء الله بس نحن الآن قدمنا الشكوى وحروحوا وإن شاء الله وردوا عليك فعلا هم يعني ممكن قدوا يوم هم يوم ونصف تقريبا كي طرابلس فقالوا بدوا فيما بينهم كان موقف صعب يا إما يعني القذافي يبيهم فقرروا إن ما يتقبلوا شوما القذافي ويرجعوا إن كان يعني لابد أن يكون لهم يعني موقف متميز يعني محمين يعني فحسب ما ينقلونا الزملاء فقالوا قاعدنا رانا حيرين ويدززونا في الرسائل أذكر أنا يعني دزل أستاذ مهدي كشبور رسالة وقال لي أستاذة راهو صار وصار راهو يذافي كان مفاجأ الطلب طبعا طبعا كان مفاجأ جدا كان مفاجأ يعني فهم خلاص قرروا أنهم ما يتقبلوش مع القذافي ويروحوا فجاهم والاتصال قلو لهم إن على رأيهم القائد ينتظر فيك خلاص ما كانش فيه يعني لم يعد أمامهم خيار لم يعد أمامهم خيار ما هو حتى الدعاء البطولات الكاذبة يعني يعني مش هيتقبل حتى العقل يعني فلكن كان عندهم شرط وأحسنوا فعلا يعني أنا نعتبرهم كانوا متميزين فعلا وكانوا رجال قانون فعلا بأنهم اشترطوا هذا الشرط الشرط اللي وضعوه يعني رأوا مش من السهل إنه كان يتضع شرط للقذافي قالوا نحن حنلتقي معه ولكن عندنا شرط إنه كل لقاءنا بروحنا بيكونش لقاءنا لأنه هو كان جامع على رأي الفعاليات الفيسبوكية والشعبية والمشاعدة والتسميات الكثيرة هذه فوافقوا على هذا الطلب وافق وفعلا تم بعث لي أستاذ مهدي كشبور رسالة أخرى وقال لي نحن الآن هندخلوا على الجذافي وخذوا منهم تليفوناتهم لنا قبل ما يخذ قال لي أستاذا رأينا الآن لأننا ما يعرفوش هم ممكن يدخلوا معاش يخرجوا يعني فبلغني وقعدنا فقعدنا نحن باقي المجموعة اللي موجودين في بنغازي قعدنا على أعصابنا وننتظر وفي زملائنا أمتى يرجعوا هذا كل ما زلنا ما استلمنا النقابة مازال المهم التقوا مع القذافي والقذافي حكا عليه هذا اللقاء بالمحامين حكا عليه بعد الثورة في 2 مارس بعد الثورة تكلم قال جوني المحامين وذكرهم بالاسم ذكر أستاذ عبد الحفيظ وذكر عبد السلام رحمة الله عليه وذكر مهدي كشبور ذكرهم بالاسم إن جوني فلان وفلان وفلان اللقاء كان تاريخي للأمانة يعني بالنسبة للمحامين كان تاريخي جدا وما حدث فيه كان تاريخي كان هم فقط الأربعة في مواجهة مباشرة هم والقذافي في خيمة حضر اللقاء عبد الله السنوسي كان واقف على باب الخيمة هذا حرفيا كيف منقلونا زملائنا هم ما زالوا أحيان وبدأ الحديث على موضوع النقابة وبدأ كل واحد من الزملاء يحكي في موضوع حكى السيد عبد السلام بسماري على ضرورة أن يكون للدولة دستور حكى الأستاذ مهدي كشبور على وضع العام وعلى وضع الشباب في إجابة القذافي على إجابة القذافي على أستاذ مهدي كشبور يتداول فيها الآن على صفحات التواصل في فيديو يبثوا فيه للقذافي هو أيضا يوم 2 مارس في 2011 بعد الثورة فقال حرفيا الشعب الليبي ما يبيش لأ أنت كلام اللي تحكو فيه هذا ما يفكر ش فيه الشعب الليبي الشعب الليبي يبي يأكل يبي يشرب يبي شوف يحيه كان هذا رد القذافي وهو عاودة أيضا فيه 2 مارس القذافي فيه 2 مارس فيه 2011 فيه نفس الخطاب اللي ذكر فيه المحادي عاود نفس الكلام قال الشعب الليبي هو الكلام اللي تقولوا فيه أنتم الدستور والحقوق والحرية والحرية والتعبية هذا كلما يبيش الشعب الليبي يبي يبي يأكل يبي يشرب يتوفر لحيش مسجل لكن من أين جاءت الجرأة الآن المطالبة بدستور يقفوا أمام القذافي نعم يطالبوا بتغيير يطالبوا بدستور هذا ما حصل فعلا وتكلم الأستاذ خالد السايح أيضا على موضوع النقابة وأستاذ أيضا عبدالحفظ غوقة وكانت له كلمة حسب ما قلونا زملائنا كلمة قوية جدا في مواجهة الكذافي للأمانة كيف كان محتوى الكلمات كيف ما قلت الحضرتك تكلموا عن الدستور غير موضوع الدستور وموضوع الواقع وحرية التحبير وحرية الرأي ومعاناة الليبيين كل ما طالبنا به كل ما نطالب به الآن كل ما نطالب به الثورة الدستور الحرية العدالة الاجتماعية حرية الرأي حرية الكلمة حرية الفكر يعني كان كل هذا الكلام طرح وتكلموا برضو على موضوع النقابة فاستشارهم القذافي في أمر إن من ممكن ترشحوا إنه يكون أمين شؤون نقابات يعني طبعا بديلا لمن اللي هو محمد عشور اللي كتب فينا مقالة أمين شؤون نقابات اللي كنتوا قدمتوا في الشكوى لدى النائب العام وحسب ما حكونا الزملاء هو كان يرغب في أن حفيظ أستاذ عبدالحفيظ غوغا أن يكون يعني يتقلد هذا المنصب لأن الأستاذ عبدالحفيظ غوغا يعني رفض هذا أعرض عليه الأمر طبعا طبعا هذا يعني يعني بحذافيرة هذا ما حصل وتم الرفض أستاذ عبدالحفيظ مصماري حكى على موضوع الدستور فقال للقذافي نحن البلد حيكون عندها دستور وبإذن الله بطريقة طبعا للقذافي كان يحكو لنا الزملاء بطريقة هكذا فيها التعالي وكذا ولكن انتبهوا لأمر غريب الأساتذة الزملاء قال وكأن القذافي رجل آخر مش هو الشخص اللي كان دائما يعني كان يحاول أن يظهر بصورة المتعالي وكذا اللي تعودنا عليها دائما ولكن كان وكأن الرجل فيه انكسار يعني مش هو القذافي السابق كأنه كان يستشعر خطر آه كان يستشعر خطر يعني مش سهل على القذافي أهم لم نتعود على القذافي إنه يأخذ ويعطي ويناقش ويستشير ومن ممكن يكون كذا يعني فعندما تحدث الأستاذ عبد السلام مسماري رحمة الله عليه وتحدث بجرأة وبقوة حسن ما بلغون سيدة الزملاء تحدث عن دستور وكيف للدولة أن تكون بدون دستور فالقذافي قال لنا نحن البلاد سيكون هناك دستور وهذا يعني سأعلن عنا في 2 مارس كيف القذافي بعد 42 سنة حكم هذا ما حصل هو ما كانت فيه لجنة تحاول يعني تحدثوا عن دستور لكنها كانت دائما تقف لأنه واضح أن القذافي كان دائما مصمم على المضي في طريق اختاره هو طبعا طبعا يعني كان يعني كيف نقول لك هي مش إلها ولكن هي يعني محاولة احتواء ربما للوضع ربما احتواء ربما يعني يعني تعودنا نحن على القذافي يعني ما أمره قال شيء وصدق فيه يعني استاذ عبد السلام مسماري رحمة الله عليه خاطب القذافي قال له وجه يعني قال لجذافي يعني نعلن عليه يعني هل نعلن فعلا يعني استبشر حيكون فيه دستور للبلد اللجذافي حيعلن عنه فقال له حنعلن عليه فرد عليه عبدالله السنوسي مرتش عليه القذافي رد عليه عبدالله السنوسي وقال له لا ما تعلنش ولا تقول أي حاجة لأن الأخ القائد هو اللي حيعلن في 2 مارس وانتحلق وحاول القذافي بطريقة ما أن يعني كيف نقول يلين أو يحتوي الحراكة للمحامين وقال خلاص مدام انت اخترته وانت احرار وهذا هو التطبيق الحقيقي للمشعارف والسلطة الشعبية حين نتعلق بموضوع النقابة وهذه نقابتك بهذه العبارات نعم طبعا بعد خروجهم أرسل لي الأستاذ عبدالحفيظ غوغة رسالة وقال انتصار مبروك علينا الشرعية واخذنا النقابة وهم خرجين وسلموا لهم تليفوناتهم أستاذ عبدالسلام مسماري طبعا اتصل بالأستاذ خالد المهير الإعلامي هو كان من الإعلاميين نشاطاء جدا يعني قبل الثورة مع حراك النقابة واتصل به وحكى معه وقال له هو يحكي له كهو كنا مع القذافي وقال انه حيعلن دستور كذا ادخله عليه هو يحكي قال له مش قال لك القائد كنا ما بعمل حيوان بهذا الشكل بهذا الشكل وهو يحكي تم اختلاق المكالمة وتوجيه نعم قال له مش قال لك القائد ان الكلام هذا هي انه حيعلن وانه حيعلن في لكن حقيقة بعدها ما حشصار أي شيء طيب الآن انت صورتي لنا مشهد يعني ظهر وحكى عليه القذافي عموما هذا اللقاء ما حكاش عليه بتفاصيله ولكن انحكى عليه في 2 مارس 2011 لما قال جوني فلان وفلان وفلان وقلنا لهم البلاد حيكون فيها دستور ومش عرف ايش وحننحق المطالب لكن ربما المستغرب هنا يعني نعم الوقوف امام القذافي نعم وتوجيه كل هذه المطالبات نعم واللي اغلبها كان يصنف على انه من المحرامات نعم صحيح في عهد النظام السابق صحيح ما الضمانة التي كانت لدى المحامين نعم حتى يقفوا امام القذافي ويرفعوا مثل هذه المطالب هو شوف لما تدخل في عمل كيف هذا العمل وان تقرر ان يحدث فعلا تغيير وان تكون استمديت طاقة ايجابية كبيرة مما حدث في تونس وبدأ يحدث فعليا في مصر ما عش تبحث على ضمانات لن تبحث على ضمانات خلاص انت الآن بدأت في مرحلة تغيير حقيقية لكن هناك خشية من ان يتم الزج بكم في السجون طبعا طبعا تعرضوا التنكيل طبعا وهي نحنا فتحت ملفات بأسامي كل المجموعة في الأمن الداخري يعني ولكن كان لابد من ان تكون فيه مبادرة يعني من الداخل يعني صحيح كان فيه الكثير من الحراك يعني دور المعارضة الكبير يعني كل المعارضة يعني من بداية انقلاب التسعة وستين حتى أن قامت الثورة في 2011 المعارضة في الخارج يعني لا أحد يعني يستهيم بدورها الكبير هو الغربة هنا أستاذ انتصار الفرصة ضعيفة نعم صحيح قدا فيه أحكم قبطة على البلد 42 سنة صحيح صحيح أزال منها أي شكل من أشكال المقاومة صحيح 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 اليوم أنت تقدمون على هذه الخطوات نعم نعم كان في أذهانكم أنكم في الأغلب نعم أو الأرجح ستتعرضون طبعا للاعتقال طبعا يعني حتى أهلنا وأسرنا يعني ما الذي دفعكم إذن لتقديم هذه التضحية ليبيا حب ليبيا ولا ضرورة أن يكون فيه تغيير يعني نحن يعني يعني نقول إلى متى يعني ليبيا فال 6 مليون ونص نسمة 6 مليون ونص مواطن الغالبية كان الشعارهم أن خلاص يعني ماشية و تختراسي بالليبي ولكن بمجرد أن وجدوا فرصة كالشعب الليبي كله كان حاضر يوم 17 فبراير بمجرد أن وجدت الفرصة الحقيقية للتعبير عن الرفض للتعبير عن يعني ما بداخله كانت الثورة يعني هل كان تحرككم أنا ذاك ضمن مشروع ليبيا الغد؟ لا 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 لم يكن لنا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمشروع ليبيا الغد طيب على الصعيد الشخصي ولم يتم التواصل معنا لم يتم التواصل يعني معنا يعني من العاملين على هذا المشروع على الصعيد الشخصي بالنسبة لك أنت أستاذ أنت صار كيف كان موقف العائلة الأهل يعني كانت هناك خشية من المصير اللي ممكن أن يلاقيك وأنت اخترت هذا الطريق المحفوظ بالمخاطر شوف هو ما كانوش مقدرين ما كانوش مقدرين حجم الخطر بالعكس يعني ممكن يعني أنا كان يهمني أن زوجي كان داعم جدا لي يعني وكان واقف معي بقوة فكان خلاص أنا زوجي بقية العائلة لا هو مش ما كانت يتهمني أكيد لا ولكن يعني ما كانوش قريبين جدا من الحدث كان والدي متوفي رحمة الله عليه وأنا على يقين لو كان والدي حي كان فخور جدا يعني بموقفي يعني كان لن يثنيني وأشقاء يعني ما كانوش قريبين من من الحدث يعني ما يحدث يعني ما كانش حتى انتشار بالصورة واسعة يعني ولا إلا على مستويات هو العمل الجماعي في حينها كان محرما بحكم طبعا يعني مجرم بالقانون نعم وكان هذا القانون لا يفرق بين راجل وامرأة طبعا 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 يعني فيه من حتى من زملائنا من يعني اللي عنده مثلا أقاربة في الخارج أو اللي عنده فيه من تواصلوا معها وفيه من يقولوا مثلا أنسحب وفيه من يقولوا لا أنت كاي يعني حتعرض مثلا أسر الخطر وفيه من يقولوا لكن للأمانة يعني الجميع كانوا خلاص يعني خذين خطوة ولن نتراجع في تلك الفترة كما ذكرت في القبل قليل أو أعتقد في الحلقة الماضية كان من المظاهر المتكررة والمألوفة في شوارع بنغازي انتشار المظاهرات في المدينة كان ينظمها أهالي ضحايا نعم سجن أو أهالي سجناء بوسلي نعم 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 كانت الرابطة تنظمها أو كان عدد من الأهالي أهالي الضحايا هي طبعا هي الرابطة ممن تتكون من أهالي أقصد لأن الأمر كان محصور في بنغازي في تلك الفترة نعم هل كانت الرابطة هي من تنظم تلك المظاهرات أم كان عدد من الأهالي بادروا لا هي الرابطة هي الرابطة كانت يعني هي من الرابطة التي تتكون من العدد من الأهالي بصراحة هو يعني لهم الفضل الكبير يعني على فضل الله سبحانه وتعالى لهم الفضل الكبير في الحراك في مدينة بنغازي أنا شخصيا أعتبر أن حراك أهالي رابط الشهداء بسليم هو من أهم إرهاصات الثورة يعني هناك من اعتبر ذلك الحراك أو تلك المظاهرات بينها بداية عمل معارض للنظام من الداخل طبعا يعني كانوا يعني شجعان جدا أهالي رابطة شهداء كان لكم بل إحنا يعني استمدينا يعني منهم القوة كان لكم علاقة بهم في تحرككم في داخل النقابة نعم نعم هو كانت العلاقة طبعا مباشرة مع الأستاذ فتحي تربل كون زميل محامي يعني كان يمثل الرابطة في قضية الأهالي هو طبعا كان أعتقد يترأس الرابطة هو سيد محمد هميل لكن من كان المحامي أو من كان يقف أمام المحكمة من محكمة مطالبة يعني بمعرفة مصير الشهداء بسلي وكان الأستاذ عبدالحافيذ غوقة هو كان محامي أهالي رابطة أهالي شهداء بسلي كيف كانت العلاقة بينكم أنتم في النقابة تحرككم في النقابة وأهالي أو رابطة تحديدا وليس الأهالي نعم هو كان موقفنا معهم موقف داعم كنا نشاركهم وقفاتهم أمام المحكمة وهم أيضا كانوا يشاركون حراكنا النقابة سواء بالوقفات أمام المحكمة يعني مطالبتنا بتطبيق دولة القانون سواء في حراكنا الخاص بقضية تغزة سواء في حراكنا بعد ثورة تونس وخطاب القذافي يعني خرجنا أمام المحكمة وكانوا رابطة أهالي شهداء بسلي من الدائمين جدا يعني للمحكم فيما يتعلق عفوا بالمجموعة التي قادت حراك النقابة نعم ما الذي جمع بينكم؟ يعني كثير كثير أولا نحن يعني طبيعي زملاء مهنة واحدة إذا كنت حضرتك تقصد أو تلمح إلى التوجهات الفكرية وكذا طبعا كانت غير غير مطروحة يعني غير مطروحة هذا لبرالي هذا إسلامي هذا قومي هذا كانت غير مطروحة كان ما يجمعنا مهنة المحامة المطالبة بالحقوق وحب ليبيا كان لابد أن يحدث في ليبيا تغيير والعزيمة والإصرار أنا أقول لك في كلام هذا مش مجرد كلام عاطفي استدخال لأن هذا الحقيقة هذا اللي كان يجمعنا الجميع يعني يعني كل الأسماء التي كانت في في الحراك النقابي يعني كانت تمتاز بشجاعة عادية يعني شجاعة غير عادية يعني وكان يعني عندهم روح المبادرة روح المبادرة والتغيير ورفضهم لنظام القذافي يعني هذا كان أكثر هل يكفي هذا ليشكل رابط بين مجموعة لا يوجد بينها توافق فكري أيديولوجي يعني الإقدام على هذا المستوى من المخاطرة في العادة يكون في ضمن فريق أو إطار يربطه رابط يحمل نفس الأفكار هو هو وشوف هو العمل الوطني يعني أي عمل وطني يكفي يعني أن نتفق فيه على حب الوطن ومصطحة الوطن وتقديم الوطن لا هذا نظريا نظريا يكفي لكن عندما يتحول الأمر إلى جانب عملي نحن لأنه كان عمل نعم تشبه مخاطر تصل إلى حد الاعتقال التغييب التنكيل نعم ربما القتل الاعدام نعم نعم وأنتم يعني قانونيون وتعرفون تبعات بالضبط تبعات وعقوبات الأعمال وفق القانون الساري في حينها على ما يبدو كان هناك رابط فكري يجمع هذه المجموعة رابط أيديولوجي هو الرابط الفكري اللي كان يجمعنا هو الموطأ يعني التطلع إلى الحرية هذا ما يجمع يعني هذا الذي يربط ربما يعني كل التوجهات الفكرية الليبرالي يتطلع إلى الحرية الإسلامي يتطلع إلى الحرية القوم الجميع يتطلع إلى الحرية فكان هذا أقوى رباطني والعمل الوطني كيف من بالتأكيد كل من يعيش في ليبيا يتطلع إلى بلد حرف يتمتع فيه بالحقوق والمتساوية لكن أن يتحول المسألة إلى عقيدة تدفع إلى مواجهة أخطار جمة بالتأكيد كان وراءه جانب فكري هل كان يجمعكم رابط فكري هل كنتم أصحاب توجه واحد هل كان التوجه الإسلامي حاضر في داخل القرار كان كل التوجهات حاضرة كل التوجهات حاضرة كيفما قلت الحاضرتك هذا إسلامي وهذا لبرالي وهذا قومي ولكن لم تكن مطروحة الطابع العام أستاذ انتصار للحراك بالتأكيد كان له طابع فكري واحد الطابع العام حقوقي لذلك ما كانش فيه يعني يعني نحن ما كنا جهة تشريعية مثلا سنصدر مثلا قوانين مثلا لنختلف اللي برالي يقول مثلا يعني افصل الدين عن الدولة والإسلام يقول لا لن تصدر مثلا قوانين إلا بمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهكذا لا نحن كنا حقوقيين كنا نطالب بحقوق يتفق عليها الإسلامي والليبرالي والقومي وغيره فهذا أكثر رابط كان يجمعنا وكيفما قلت الحاضرتك هو جمعنا جمعتنا كرهيتنا لنظام القذافي هذه اللي كانت حاضرة بقوة هذا النظام الذي جثم على صدور الليبيين والعالم يستقدم والليبيين يتأخر في كل المجالات الإجابة واضحة يعني هو يكفي أن تقولي بأننا جمعنا بأننا كنا نمارس العمل الحقوقي لكن بعد ذلك اختلفتم وتفرقتم لماذا؟ شوف هو خلاص سقط القبافي طيب المفروض أن الهدف واحد المطالب هي نفس المطالب شوف من فرقنا ومن جعلنا نختلف الثورة المضادة يعني حتى بدايات شوف يعني ممكن نحن على الصعيد الإنساني والشخصي يعني ما فيش بناتنا أي ما زلنا يعني إلى الآن يعني ربما ما فيش تواصل أما لا يعني مع الجميع يعني أقل شي التواصل مش مع الجميع ولكن فرقتنا الثورة المضادة ثم فرقتنا وقطعتنا عملية الكرامة يعني أنتم بين مؤيد لعمل يعني أنا أستغرب من شخصيات حقوقية كانت تتحدث على حقوق إنسان وتحدث ثم يعني تؤيد عملية كرامة يعني ربما هذا مش مقنع بالدرجة الكافية أستاذ انتصار أنتم جماعكم نعم توجه واحد نعم صنع في داخلكم عقيدة وعزمة واجهتم بها القذافي في عز طغيانة عندما كان يملح كل شيء وهذا عندما نستحضره الآن المفروض أن هذا رابط عندما نستحضره الآن ونستذكره يعني نقولك أني أشعر بغصة يعني ونتأسف يعني كيف نحن فعلا كنا يعني يد واحدة ما الذي حدث يعني لماذا تفرقتم؟ يعني شوف يعني هذا رابط القوي اللي جعلكم تواجه القذافي وتقبله على يعني المخاطر كانت تصل حد الإعداء فرقتنا التصنيفات كانت موجودة كانت موجودة ولكن لم تكن كانت موجودة صحيح جمعنا كلنا جمعنا يعني يعني عداءنا لنظام القذافي وضرورة إسقاط نظام القذافي انتهى النظام القذافي أو سقط القذافي عملت الثورة المضادة مبكرة في الثورة الليبية وبدأت يعني تصنف يعني نحن حتى بدايات الثورة حتى تأسيس المجلس الانتقالي حتى يعني تقريبا إلى يعني تسليم السلطة المؤتمر الواطني كانت يعني التصنيفات يعني بدأت تظهر تظهر يعني ولكن مش بالقوة اللي بانت عليها بعدين استراتي صار اليوم أنتم كمجموعة مختلفة التوجهات تخوضوا مواجهة مع القذافي وأنتم تعلمون بأنها ستنتهي بكم ربما في أحسن حالات هذه الاعتقال والأحكام بالسجل ربما حتى المؤبل صحيح يعني هذه حالة سموف وصل إليها مجموعة من الأشخاص وصلها كل اللي بيين بعد الثورة سيد خالد وصلها كل اللي بيين بعد الثورة طيب لكن أنتم كنتوا منطلق في المسألة في العملية نعم هل يمكن أن ينتهي بكم مطاف إلى اختلافات من أجل يعني توجهات أو أفكار إلى حد تفرقكم هذه الاختلافات وأنتم من جمعكم هذا السموف التفكير في الماضي حتى العمل السياسي لم يفرقنا حتى العمل السياسي ورغم التصنيفات التي بدأت تدر لم يفرقنا يعني وبالعكس يعني العمل الحقوقي كان لازال يجمعنا فرقتنا عملية الكرامة يعني نسمي الأشياء بمسمياتها كيف فرقتكم عملية الكرامة؟ هذا الانقلاب الواضح على الشرعية هذا الانقلاب على ثورة 17 فبراير ومبادئها هو منفرقنا يعني عندما أجد زميل لي طيلت يعني يعني عشرات باهي من السنين يعني يخالف قيمة ومبادئ ومبادئ الحقوقية والقانونية ويؤيد عمل انقلابي ويصنفني لأني ضد يعني لأني ضد هذا العمل يعني ضد الانقلاب أو ضد عملية الكرامة يصنفني بأنني أنتمي إلى تيار إرهابي أو أن فهذا هو منفرقنا العمل السياسي لم يفرقنا بالعنى العمل السياسي يعني ليبيا فيها كل التوجهات الفكرية فيها الإسلامي والليبرالي العلماني إذا كنا بنسموا الأشياء بمسمياتها وفيها القومي وفيها كل التوجهات يعني يعني القاسمة يعني في في هذا المقاطع في هذه المقاطعة التي حدثت هي عملية الكرامة غير ذلك كان يعني يعني مهما يعني كانت ممكن التيارات تتربص بأخطاء بعضها البعض رغم أن الوقت كان مبكر جدا يعني يعني الثورة كانت لا تحتمل أن يكون فيه هذه التصنيفات يعني مثلا بداية الثورة أستاذ خالد كل التوجهات اليساري والغير والغير كانوا في ائتلاف 17 فبراير والإسلامي كله كان في ثورة 17 فبراير أنا أخذت كنموذج بالضبط لأنه في طار ضيق يعني أنتم اجتمعتم على الموت اشتمعنا على الموت تفرقتم من أجل شيء آخر غير مفهوم أنا على الصعيد الشخصي زملائي أحترمهم والله ولا أكن لهم أي بغض ولكن يعني أن يؤيد زميلي انقلاب على ثورة يعني كنا سندفع أرواحنا من أجلها جميعنا هؤلاء هؤلاء لم ينظروا إليها على أنها انقلاب على الثورة هؤلاء نظروا لها على أنها حرب على الإرهاع أنا أقصد أنتم الأشخاص التقدميين أصحاب القيم القناعات اللي إيمانكم بها وعقيدتكم أوصلتكم إلى حد مواجهة الموت في سبيل قول لا لنظام جائر مثل نظام القذافي صحيح كيف تصلوا إلى مرحلة لا تستطيعوا فيها إدارة خلافكم حول عمل مسلح يعني عملية الكرامة سواء كان البعض رأى على أنها انقلاب على الثورة والبعض الآخر رأى على أنها حرب ضد الإرهاب وبينها حماية للثروة لماذا لم تستطيعوا إدارة خلافكم حول هذه المسألة حول هل كانت إدارة الخلاف صعبة لهذه الدرجة حتى وصلتوا إلى أن تفرقتم بعد أن كنتم مجتمعين على قضية إلى حد إلى أن قامت الكرامة ونحن مجتمعين يعني أقصد يعني ما قبل ونحن مجتمعين لماذا تفرقتم مستر انتصار فرقتنا الثورة المضادة فرقتنا عملية الكرامة فرقتنا فيما أنا أرى أنه انقلاب على الكرام انقلاب على الثورة أقصد وانتهاك حقوق وانتهاك حرمات وزميني اللي كنت أنا وياه في خط الموت في خط واحد ندافع على الحقوق الآن ينظر إلى كل هذه الانتهاكات التي حدثت بعد عملية الكرامة ويصمد ما كان يجب هو هذا خلاف كان يجب أن يدار بينكم لماذا هذا الخلاف قاد لا لا شوف شوف بعد خلينا نكونوا مواضحين وصريحين قبل الكرامة خلافات كثيرة كانت ممكن أن 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 تدار بعد الكرامة كان كل شيء قاسم أستاذ خالد كان يعني قاد إلى حد الفرقة مبينة أنا طبعا طبعا يعني لماذا لأن أصبح أصبح الموضوع حق وباطل يعني 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 ونعود نقول لك على الصعيد الإنساني والشخصي يعني أنا يعني لا أكون أي يعني ضغينة يعني لزملاء يعني أنا حتى أستحضر دائما اللحظات العصيبة اللي كانت تجمعنا يعني يعني معقولة يعني زملائنا يعني الآن مثلا زميلي يصنفني أنا انتصار يقول آه انتصار الآن تدافع الإرهابيين وهي إرهابية يعني أنا انتصار أنا من وقفت معك يعني في صف واحد في خط الموت وكنا في مواجهة القذافي كنا في مواجهة القذافي أستاذ خالد ما كناش في مواجهة أي حد الآن لما نحكي بظروف اليوم نحكو على فترة القذافي يعني اللي كانوا وقفين معك في هذه المواجهة يعني فوق حق المعرفة يعرفوني حق المعرفة لماذا صنفوك اليوم وانا أعرفهم وانا أعرف ولكني أستغرب كيف لزميلي الذي يعني يعني قضى حياته وهو يطالب بالحقوق وهو يدافع الحقوق أنا الآن زميلة وأخت بالنسبة لكثير منهم مهجرة من مدينتي بيتي مغتصب وحقوقي منتهاكة من منهم يعني يتحدث على هذا الانتهاك من من زملائي هم يعرفون جيدا أنا من هم يعرفون من هي انتصار أنا لاني لا أصنع يعني كلام فارغ سمحني كلام فارغ لما تصنفني بإني إرهابية كلام فارغ أو أني أدعم الإرهاب أو أن ما حدث في بنغازي إرهاب تعتقدين بأنهم يعني ساكتون عن حق اليوم طبعا 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 يعني طيب أهل بنغازي مهجرين أهل بنغازي منتهك حقوقهم أهل بنغازي سلبت أملاكهم يعني أهل بنغازي الآن يعني بتعدوا عن أهلهم وذكرياتهم من يطالب بحقوقهم اليوم أهل بنغازي المهجرين وين الزملاء وين الأساتذة الحقوقيين أه ما نحكيش على محامين فقط نحكي على الحقوقيين مش كل محامي حقوقي أستاذ خالد مش كل محامي حقوقي يعني أنا نحكي على محامين المحاما ليست مهنة ارتزاق بالنسبة لهم أنا أعرفهم جيدا زملائي المحاما بالنسبة لهم قيمة عظيمة كبيرة قضية طبعا طبعا الآن يعني تقريب أن هناك منباع القضية اليوم شوف يعني اللي يشوف في أهداف فبراير كل يوم يتم النيل منها وأكلها بكل تأكيد سيكون باع القضية وصامت تقصدين ساكت نعم طيب هو وصلنا لإختام الحلقة أنا ودى نختم بسؤال في ربما في أقل من دقيقة إجابة لو تسمحين لماذا كانت نقابة المحامين في بنغازي هي الشرارة كانت منطلق العمل المعارض للنظام رغم أن القذافي نجح تقريبا في تفكيك العمل النقابي وجعل النقابات مجرد صورة مع كل ما كان يتغنى به من شعارة وهو هذا قدر بنغازي بنغازي كانت دائما أرض خصبة لمواجهة القذافي كانت دائما أبناءها وقود لكثير منها ليس تقليلا طبعا من شأن باقي المدن ليبيا الكبيرة والعظيمة وليس طبعا تقليل من شأن زملاء في النقابات الأخرى ولكن هو هذا قدر بنغازي دائما أبناءها في مواجهة مع القذافي اسمح لي الوقت قارب على الانتهاء ولكن أيضا يعني عشان نعطو كل ذي حق حقه يعني كان في زملاء من طرابلس كانوا على تواصل معنا في فترة الحراك النقابي كيف الأستاذ مثلا محمد العلاقي المحامي كيف مثلا أستاذ عز المجهور المحامية وأسماء أخرى يعني كانوا في تواصل مع نقابة المحامين فكان في تشجيع ودعم لكن الشرارة كانت بنغازي نعم ربما هذا خير ما نختم به هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية معك سيدة تصار العقيل عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا وأيضا المحامية أشكرك جزيلا شكر وأيضا مشاهدين الأفاضل أوجه الشكر لكم وأنتم على متابعة هذه الحلقة تظلونا في الشاهد وحلقات أخرى قادمة إلى اللقاء شكرا مستر الانتصال اشتركوا في القناة